ظهرت على يبدو لأنه ما زال فرز الأصوات البريدية الـ FBO صار 25.36 كسب 8.2% الـ OFOB 24.52 خسر 10% يعني قبل خمس سنوات آخر انتخابات أوروبية كان 34% هذه النسبة الكبيرة وهذا الانتقال برأيك هل يسبب خطر على الحالة النمساوية في المستقبل يعني اليوم عفوا اليوم نحن عم نحكي على 10% على 8% إضافية لحزب الحرية ومثل ما تفضلت أنت من المتوقع جدا أن يحصل على الأغلبية يكون الحزب الأول بانتخابات 29 سبتمبر المقبلة نعم فهذا ليس سبب خطر؟ هو مثل ما قلت لك صراع على السلطة تحليل نفسي يعني كل كلامي عم أحكيه عن طريق تحليل نفسي تحليل نفسي أنه هدول الجماعة عاقبوا اللي قاعد بالسلطة نعم حرب أوكرانيا هاي سنتين ها سنتين ولا دخلنا بالتلاتة نعم عاقبوا اللي قاعد بالسلطة نعم شوف أحمد مثل ما قلت لك وين ما في اتفاقات موقع عليها حيلعبوا بها قضية أوكرانيا اللاجئين ممكن يعملوا طرد عرفت كيف طرد وحتى هذا الطرد ما فينا نعمله لأنه ما حاكم لوحده في عندك منظمات حقوق إنسان منظمات حتى حقوق الحيوانة عرفت كيف هاي المنظمات والدوائر والتنفيذية الديمقراطية لا تسمح له عرفت كيف أنا أيام عام 2000 أيام معاد السكر حطوا أفريقي بطيارة وأخدوه بالقوة قامت النمسا وأعدت حتى الكنيسة قامت وأعدت على هذا التصرف ما فينا أن أوروبا قائمة على مفاهيم وعلى إرس حداثي تنويري نهوضي عارس النهار ما فينا اللعبوا فيه هذا محمد التركماني شو عم بيقلنا عم بيقلك في طبعا بناءنا على الاستطلاع اللي احنا كتب عم بيقلك في شعور بالارتياب بسبب ولاقهم لبوتين وشراء ذمتهم وقرارهم على حساب مصالح روسيا عندهم تقاطع مصالح كبير مشتركة ما بينهم بين روسيا وروسيا هي التهديد الأكبر بالوقت الحالي للقار مظبوط كلام هذا الكلام تحليله مظبوط نعم فإذا يوم اللي بدون لنفترض رئيس الوزارة هون عنا بالنمسا الانتخابات النمساوية إذا حزب الحرية ربح تعرف شو بيعملوا؟ حزب الشعب حزب الاشتراكي وحزب الخضر ما رح يتلفو ما بيعدوا معهم ما بيعملوا حكومة بيعملوا حكومة اندماج سلاسية سلاسية الأقطب إذا عاندوا وإذا كانوا فعلا بديوا يخرب النظام القائم اللي عمروا مئات سنين في النمسا إنه يطلع واحد هلأ عام 2024 مشان أهواء ليس مئات سنين هو من الجمهورية النمساوية الجديدة من بعد الحرب العالمية الثانية لا لا فيه قرص فيه عندك قرص دموقراطي قديم فيه عندك سوابت بأوروبا ما بتنازلوا عنها صحيح إنه ما بعده ما بعده بس السوابت سوابت لا يستطيع أن يعمل وإذا بدين شوفوه خطير على الأمن الاجتماعي وخاصة الأمن الاجتماعي لأنه الأمن الاجتماعي هو الأمن الاقتصادي عندما المجتمع بيتشابق مع بعضه بيخرج بالاقتصاد نعم وهنا قائم على الاقتصاد هنا عرفت كيف عندما بدين يشوفوا إنه فعلاً هذا بدي الأمن الاجتماعي تزعزع برغم الانتخابات إنه عطوته الحق يأسس حكومة ما بيخلوا يأسس حكومة